من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحذه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا العلماء ورثة الأنبياء حفظوا معاقد الدين ومعاقله وحموا من التغيير والتكدير موارده ومناهله هم خير العباد وأفضل درجة من الزهاد والعباد نتجول في بساتين علومهم ومعارفهم ونكتشف سيرهم وحياتهم في برنامج من سير العلماء الأعلام إعداد وتقديم الدكتور عزيز بن فرحان الأنزي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله حياكم الله إخواني وأخواتي من المستمعين والمستمعات إلى لقاء جديد من برنامج من سير العلماء الأعلام وما زال حديثي موصولا حول سيرة الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى ورضي عنه كان أبو حنيفة زاهدا ورعا عفى اللسان متصاونا ومحتشما يقول مكي بن إبراهيم وهو شيخ البخاري جالست الكوفيين فما رأيت أورع من أبي حنيف وقال سوار بن حكم يوما ما رأيت أورع منه نهي عن الفتية فبينما هو وابنته يأكلان تخللت ابنته فخرج على خلالها صفرة دم فقالت يا أبتي علي في هذا وضوء فقال إني نهيت عن الفتية فحلفت لهم فسلي أخاك حمادة وقال محمد بن الشجاع عن بعض أصحابه أنه قيل لأبي حنيفة قد أمر لك أبو جعفر أمير المؤمنين بعشرة ألاف درهم قال فما رضي أبو حنيف فلما كان اليوم الذي توقع أن يؤتى إليه بالمال صلى الصبح ثم تغشى بثوبه فلم يتكلم فجاء رسول الحسن بن أحطبة بالمال فدخل به عليه فكلمه فلم يكلمه فقال من حضر ما يكلمنا إلا بالكلمة بعد الكلمة فقال ضع المال في هذا الجراب في زاوية البيت قال ثم أوصى أبو حنيفة بعد ذلك بمتاع بيته فقال لابنه إذا أنا مت ودفنتموني فخذ هذه البدرة فاذهب بها إلى الحسن بن قحطبة فقل له هذه وديعتك التي أودعتها أبا حنيفة فلما دفناه وأخذتها وجئت حتى استأذنت على الحسن بن قحطبة فقلت هذه الوديعة التي كانت لك عند أبي حنيفة قال فقال الحسن رحمة الله على أبيك لقد كان شحيحا على دينه قال علي بن حفص البزاز كان حفص بن عبد الرحمن شريك أبي حنيفة وكان أبو حنيفة هو الذي يقوم بشراء البضاعة فبعث إليه في رفقة بمتاع وأعلمه أن في ثوب كذا وكذا عيبا فإذا بعته فبين هذا العيب فباع حفص المتاع ونسي أن يبين العيب ولم يعلم من اشتراه فلما علم أبو حنيفة بذلك تصدق بثمن المتاع كله يقول أبو يوسف القاضي كانوا يقولون أبو حنيفة زينه الله بالفقه والعلم والسخاء والبذل وأخلاق القرآن التي كانت فيه قال ابن المبارك قلت لسفيان الثوري ما أبعد أبا حنيفة عن الغيبة ما سمعته يغتاب عدوا له قال والله هو أعقل من أن يسلط على حسناته ما يذهب بها وكان بعيدا عن مناصب الدنيا غير مستشرف لها ولا متطلع إليها فلقد أراده يزيد بن هبيرة أمير العراق أيام مروان بن محمد أن يتولى القضاء فأبى وأراده بعد ذلك المنصور العباسي على القضاء فامتنى وقال لن أصرح للقضاء فحلف عليه المنصور ليفعلن فحلف أبو حنيفة أنه لا يفعل فحبسه المنصور قال الإمام أحمد ابن حنبل إن أبا حنيفة من العلم والورع والزهد وإيثار الآخرة بمحل لا يدركه أحد ولقد ضرب بالصياط ليلي للمنصور فلم يفعل فرحمة الله عليه ورضوانه يقول سفيان الثوري ما مقلت عيناي مثل أبي حنيفة فثناء العلماء إخواني وأخواتي على أبي حنيفة لا ينكر والإشادة به لا تحصر من فقهاء عصره ومن من جاء بعدهم كان أبو حنيفة جوادا كريما فاضلا يقول قيس بن الربيع كان أبو حنيفة يبعث بالبضائع إلى بغداد فيشتري بها الأمتعة ويحملها إلى الكوفة ويجمع الأرباح عنده من سنة إلى سنة فيشتري بها حوائج الأشياخ المحدثين وأقواتهم وكسوتهم وجميع حوائجهم ثم يدفع باقي الدنانير من الأرباح إليهم فيقول أنفقوا في حوائجكم ولا تحمدوا إلا الله فإني ما أعطيتكم من مالي شيئا ولكن من فضل الله علي فيكم وهذه أرباح بضائعكم فإنه هو والله مما يجريه الله لكم على يدي فما في رزق الله حول لغيره وكان أبو حنيفة إذا اكتسى ثوبا جديدا كسى بقدر ثمنه العلماء حوله قال عبد الله ابن رجاء الغداني وهو يتحدث عن حسن جوار أبي حنيفة وملاطفته لجيرانه قال كان لأبي حنيفة جار بالكوفة إسكاف يعمل نهاره كله حتى إذا أقبل الليل رجع إلى منزله وقد حمل لحما فطبخه أو سمكة فيشويها ثم لا يزال يشرب الخمر حتى إذا دب الشراب فيه غنى بصوت وهو يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري فلا يزال يشرب الخمر ويردد هذا البيت حتى يأخذه النوم وكان أبو حنيفة يسمع ضجته وكان أبو حنيفة يصلي من الليل ففقد أبو حنيفة صوته في ليلة من الليالي فسأل عنه فقيل أخذه العسس يعني الشرطة قالوا أخذه العسس وهو محبوس فصل أبو حنيفة صلاة الفجر من غد وركب بغلته واستأذن على الأمير فقال الأمير ائذنوا له وأقبلوا به راكب ولا تدعوه ينزل حتى يطأ البصاط ففعل ولم يزل الأمير يوسع له من مجلسه وقال ما حاجتك قال لي جار إسكاف أخذه العسس منذ ليال يأمر الأمير بتخليته فقال نعم وكل من أخذه العسس في تلك الليلة إلى يومنا فأمر بتخليتهم أجمعين فركب أبو حنيفة والإسكاف يمشي وراءه فلما نزل أبو حنيفة مضى إليه فقال يا فتى أضعناك قال لا بل حفظت ورعيت جزاك الله خيرا عن حرمة الجوار ورعاية الحق وتاب الرجل ولم يعد إلى ما كان أبو حنيفة من أذكياء العالم رزقه الله عقلا سيالا وحجة دامغة قال علي بن عاصم لو وزن عقل أبي حنيفة بعقل نصف الأرض لرجح بهم ومن نماذج ذكائه وفطنته ما ذكره الحسن ابن زياد اللؤلوي في القصة المشهورة والتي انتهت بالحجر على أبي حنيفة في الفتية قال كانت عندنا امرأة مجنونة يقال لها أم عمران مر بها إنسان فقال لها شيئا فقالت يا ابن الزانيين وابن أبي ليلة قائم يسمع فأمر أن يؤتى بها فأدخلها المسجد وهو فيه فضربها حدين حدا لأبيه وحدا لأمه فبلغ ذلك أبا حنيفة فقال أخطأ فيها من ستة مواضع المجنونة لا حد عليها وأقام الحد عليها في المسجد ولا تقام الحدود في المساجد وضربها قائمة والنساء يضربن قعودا وأقام عليها حدين ولو أن رجلا قذف قوما ما كان عليه إلا حد واحد وضربها والأبوان غائبان ولا يكون ذلك إلا بحضورهما لأن الحد لا يكون إلا لمن يطربه وجمع بين الحد في مقام واحد ومن وجب عليه حدان لم يقم عليه أحدهما حتى يجف الآخر ثم يضرب الحد الثاني فبلغ ذلك ابن أبي ليلة فذهب إلى الأمير فشكاه فحجر الأمير على أبي حنيفة أن يفتي فهذه قصة حجر الأمير في الفتية على أبي حنيفة ونقل ابن عبد البر عن ابن شبرمة أنه قال كنت شديد الإزراء على أبي حنيفة فحضر الموسم يعني موسم الحج وكنت حاجا يومئذ فاجتمع عليه قوم يسألونه فوقفت من حيث لا يعلم من أنا فجاءه الرجل فقال يا أبا حنيفة قصدتك أسألك عن أمر قد أهمني وأعجزني قال ما هو قال لي ولد ليس لي غيره فإن زوجته طلق وإن سريته أعتق وقد عجزت عن هذا فهل من حيلة فقال له للوقت يعني أجابه مباشرة فقال له للوقت اشتري الجارية التي يرضاها هو لنفسك ثم زوجها منه فإن طلق رجعت مملوكتك إليك وإن أعتق أعتق ما لا يملك قال فعلمت أن الرجل فقيه فمن يومئذ كففت عن ذكره إلا بخير قال الزبير بن كعيب قال لي شريك كنا في جنازة غلام من بني هاشم وقد تبعها وجوه الناس وأشرافهم فأنا إلى جنب ابن شبرمة أماشيه إذ قامت الجنازة فقيل ما للجنازة لا يمشى بها قيل خرجت أمه والهة عليه سافرة وجهها في قميص فحلف أبوه بالطلاق لترجعنا وحلفت هي بصدقة ما تملك لا رجعت حتى يصلى عليه وكان يومئذ مع الجنازة ابن شبرمة ونظراؤه فاجتمعوا لذلك وسئلوا عن المسألة فلم يكن عندهم جواب حاضر قال فذهبوا فدعوا بأبي حنيفة وهو في عرض الناس فجاء مغطيا رأسه والمرأة والزوج وقوف والناس فقال للمرأة على ما حلفت قالت على كذا وكذا وقال للزوج بما حلفت قال بكذا قال ضعوا السرير يعني الجنازة قال ضعوا السرير فأوضع وقال للرجل تقدم فصل على ابنك فلما صلى قال ارجعي فقد خرجتما عن يمينكما احملوا ميتكم فاستحسنها الناس فقال ابن شبرمة على ما حكى عنه شريك عجزت النساء أن تلد مثل النعمان قال محمد بن عبد الرحمن كان رجل بالكوفة يقول عثمان بن عفان كان يهوديا فأتاه أبو حنيفة لما سمع ما ينقل عنه فقال أتيتك خاطبا قال لمن قال لابنتك رجل شريف غني بالمال حافظ لكتاب الله سخي يقوم الليل في ركعة كثير البكاء من خوف الله قال في دوني هذا مقنع يا أبا حنيفة قال إلا أن فيه خصلة قال وما هي قال يهودي قال سبحان الله تأمرني أن أزوج ابنتي من يهودي قال لا تفعل قال لا قال فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم زوج ابنتيه من يهودي قال أستغفر الله إني تائب إلى الله عز وجل قال يحيى بن معين دخل الخوارج مسجد الكوفة وأبو حنيفة وأصحابه جلوس فقال أبو حنيفة لا تبرحوا فجاءوا حتى وقفوا عليهم فقالوا لهم ما أنتم فقال أبو حنيفة نحن مستجيرون فقال أمير الخوارج دعوهم وأبلغوهم مأمنهم وقرأوا عليهم القرآن فقرأوا عليهم القرآن وأبلغوهم مأمنهم إخواني وأخواتي، كان لأبي حنيفة طريقة في التعليم والتدريس عجيبة، فمن عجيب ذلك أنه كان يخالف الطريقة السائدة عند أهل العلم في زمانه، وقضى على الرتابة المتبعة في التعليم والتلقين في وقته، فكان تعليمه مشاورة ومباحثة مع طلابه. يقول الموفق المكي، وضع أبو حنيفة رحمه الله مذهبه شورى بينهم، لم يستبد فيه بنفسه دونه مجتهادا منه في الدين، ومبالغة في النصيحة لله ولرسوله والمؤمنين، فكان يلقي مسألة مسألة يقلبها ويسمع ما عندهم ويقول ما عنده، وربما ناظرهم شهرا أو أكثر من ذلك حتى يستقر أحد الأقوال فيها، ثم يثبتها القاضي أبو يوسف في الأصول حتى أثبت الأصول كلها، وإذا أشكلت عليه مسألة، قال لأصحابه ما هذا إلا لذنب أذنبته ويستغفر، ربما قام وصلى، فتنكشف له المسألة ويقول رجوت أنه تيب علي. أبو حنيفة أصوله في التلقي والاستدلال ظاهرة، فكان معظما لجناب التوحيد، محذرا من الوقوع في الشرك والبدعة، ومن أقواله رحمه الله تعالى، لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، والدعاء المأذون فيه، المأمور به، ما استفيد من قوله تعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وكان رحمه الله تعالى يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان، أو بحق أنبيائك ورسلك، وبحق البيت الحرام، والمشعر الحرام، ومن أقواله رحمه الله لا يوصف الله تعالى بالصفات المخلوقين، وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف، وهو قول أهل السنة والجماعة، وهو يغضب ويرضى، ولا يقال غضبه عقوبته ورضاه ثوابه، ونصفه كما وصف نفسه، أحد صمد لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، حي قادر سميع بصير عالم، يد الله فوق أيديهم، ليست كأيدي خلقه، ووجهه ليس كوجوه خلقه، ولما سئل رحمه الله تعالى عن النزول الإلهي الوالد في حديث أبي هريرة في الصحيح، قال ينزل بلا كيف، وقال رحمه الله تعالى، والقرآن غير مخلوق، وقال القرآن كلام الله في المصاحف مكتوب، وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسن مقروء، وعلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنزل، أصول أبي حنيفة والقواعد التي سار عليها، لا تخرج في واقع الأمر عما هو متفق عليه بين أصحاب المذاهب الفقهية المعروفة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، ومما كان يقوله رحمه الله، إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والآثار الصحاه عنه التي فشت في أيدي الثقات، فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذت بقول أصحابه من شئت، وأدع قول من شئت، ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن المسيب، وعدد منهم رجالاً، فلي أن أجتهد كما اجتهدوا، وكان رحمه الله تعالى شديد التحري في رواية الحديث، وكان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكان يقول لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه، وفي رواية عنه حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي، وجاء في رواية أخرى فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غداً، ومن عباراته التي نقلت عنه أنه قال إذا قلت قولاً يخالف كتاب الله وخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فاتركوا قولي أبو حنيفة النعمان ابن ثابت لقي ربه راضياً مرضياً بإذنه جل وعلا، نرجو له الحسن بحول الله تعالى، إخواني وأخواتي، وفات أبي حنيفة لقي أبو حنيفة ربه راضياً مرضياً، نرجو له الحسن بإذن الله تعالى، كما وعد ربنا جل وعلا، وكما بيّن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول حماد ابن أبي حنيفة لما مات أبي، سألنا الحسن بن عمارة أن يتولى غسله ففعل، فلما غسله قال رحمك الله تعالى وغفر لك لم تفطر منذ ثلاثين سنة، ولم تتوسد يمينك بالليل منذ أربعين سنة، وقد أتعبت من بعدك، وفضحت القراء، توفي أبو حنيفة سنة مائة وخمسين حجرية، وله من العمر سبعون سنة، وصل الناس عليه ببغداد ست مرات لكثرة الزحام وقبره هناك، قال ابن كثير وصلي عليه ببغداد ست مرات لكثرة الزحام وقبره هناك، رحمه الله تعالى، رحم الله أبا حنيفة وغفر له، وإلى لقاء قادم مع شخصية أخرى من العلماء الأعلام، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، العلماء ورثة الأنبياء، حفظوا معاقد الدين ومعاقله، وحموا من التغيير والتكدير موارده ومناهله، هم خير العباد، وأفضل درجة من الزهاد والعباد، نتجول في بساتين علومهم ومعارفهم، ونكتشف سيرهم وحياتهم، في برنامج من سير العلماء الأعلام، إعداد وتقديم، الدكتور عزيز بن فرحان الأنزي،